هذا الحوار المختلف والذي ننفرد به في آخر النهار عن مصر الرقمية مع الوزير يعني الرئيس لما كان بفتاتح بعض المشروعات القومية في محيط محافظة السكندرية قال انه احنا الوقت عندنا اجهزة ومعدات بنقدر نرصد بيها اي مخالفة في اي شبر في مصر والحقيقة ملف المخالفات المخالفات البنى على الاراضي الزراعية واراضي الدولة بدون ترخيص عامل قلق شديد جدا ما بين اجراءات واضحة وصارمة وحاسمة ويبدو انه ارادة الدولة وميتها انو الملف ده ينتهي وبين انو بعض الناس عندها شوية مشاكل يقول لك ما احنا بنينا زمان طب احنا نعمل ايه الملف ده وصلين فيه لحد فين وغير وصلين فيه لحد فين هل احنا ممكن نوصل في مصر للحظة تنتهي فيها ظاهرة التعدي على اراضي الدولة دي مشكو ساعدتك على تسويل لانه طبعا يعني بلا شك بعد الناس كلها ما شافت العرض مع سابتا رايز في اسكندرية كان لها مساؤلات كثيرة جدا في موضوع المتغيرات المكانية يعني ساعدتك زي يعني عايز اقول لي ساعدتك ان احنا المتغيرات المكانية بدأنا بها من اول قانون 144 ل2017 وكانت الصور الفضائية دي بتوصل للمحافظات بعد تدريب اربعة في كل محافظة تقريبا بتعملهم اكتر من دورة عشان يقدروا يحللوا الاحتاسيات الموجودة ويوصلوا لها احنا وصلنا يمكن لأكتر من 332 الف تقرير بحرح للمحافظات من المساحة العسكرية المحافظات بتحللوا وبعد كده بترجع تاني للمساحة العسكرية تقولوا ان احنا عندنا الواضح عندنا الموجودة حاليا دلوقتي الامور اختلفت واقصر تطويرا بكتير جدا احنا اصبحنا دلوقتي الوقت تصل لعشرة سنتي يعني اي متغير يحصل عسوان كانت زراعة او غير زراعة او تعدي على ارض في اي مكان او بنى مخالف او دور او جزء من دور كل ده هيبان عندي بصورة واضحة جدا ممكننا محتاجين منظومة دي محتاجة نوعية اخرى من التعاون معها النهاردة في اجتماع دورة رئيس الوزارة استقررنا اننا نعمل واحدة مركزية في الوزارة عندنا والوزارة والمحافظات هيبقى فيها تلات مهندسين كوحدة مركزية عنده هناك بتابعة للمحافظ بباشرة هي تم تدريبهم تدريب جيد جدا في خلال الفترة القادمة يعني لا تتعدى شهر تقريبا كل المحافظات تبقى فيها الوحدة دي هتابع مع المحافظ كل خطوة موجودة جديدة بتتم فانساعدة بتقول لي مش هيحصل ان شاء الله في القريب العاجل مش هيحصل لانساعدة احنا عندنا فيه الانتقال السريع بينتقل على طول الواقع ويحددها ويبنائلها ويمكن احنا بدأنا يمكن فيه محافظات بدأت بالفعل العملية التنسيقية دي وفيه المانيا والأليوبية وان شاء الله خلال 24 ساعة أو 48 ساعة هتتم فيه الإسكندرية فبالتالي احنا عندنا المنظومة بدأت فعلا تتجرب وبدأت تشتغل فعلا وده الموضوع اللي هو يعني أهم حاجة ما في الموضوع ان احنا نمنع الجديد احنا فانتما عندنا دلوقتي تتعدينا ما يقرب من ثلاثة مليون مخالف ثلاثة مليون مخالف سواء بناء الأرض الزراعية أو بناء مخالف احنا دلوقتي التوصاله حدول غير دلوقتي ربعمية وسبعين ألف اللي وصلوا الإرادة او زي ما حد نتكلم ان كان من 4 أو 6 من 10 مليار انما هو مش هو ده المتوقع او ده مش كو ده اللي احنا بنقوله او زي ما قال شادت رايز ان ده الموضوع اللي هو مصل أكتر من 70 و10 في المية اللي احنا بنتكلم فيهم المسألة مش مسألة تحصيل المبالغ مالية المسألة مش مسألة ان احنا يعني ان احنا بنروح نعمل لا بالعكس المسألة احنا عايزين نقول لنا الناس ان يبقى فيه دي مخطط فيه تخطيط لازم أمشي في إطار مخطط الدولة بتمشي بتخطيط معي اللازم أمشي فيه انا بنعكش من ان انت هنعمل حوزة العمرانية ونحنا نوسع فيها ونعمل ولكن بشيء مخطط الدولة تبقى عارفة لكن مقدرش يا ابني يعني ساعتك لو بصيت القاهرة كخريطة بصيت الجمهورية كخريطة تلاقي ساعتك 3-4 بيوت جنب بعد في حتة ارض زراعية على بعد كيلو تلاقي 5-6 بيوت تانية طب يا فندم الناس دي هاوصلها ازاي مرافقة انت توصلوا هنا خدمات ازاي اه ما عنديش المرافقة اوصلها ازاي موضوع صعب جدا ان احنا بتتكلم فيه فايبقى لازم واضح انا ما عنديش استعداد لخطوة زيادة ملي زيادة يعني فندم برضو عشان الناس لانه الناس الوقت بتقول ايه الدولة وقفت البنى ومش عاوزيننا نبني انت الدولة ضد البناء العشوائي مش البناء انا يا فندم القرار ايقاف البناء ده تم لتلاث محافظات اساسية وبعواصم بقية المحافظات والمدن المختصة اللي فيها مخالفات كتير احنا وقفنا البناء ده لسبب واحد احنا المحافظات دي احنا بنعمل لها اشتراطات بنائية جديدة بننسق مع الجامعات ونشوف الاشتراطات البنائية الموجودة فيها احنا عندنا فيه اماكن ممكن مبقاش فيها بونا تاني خلاص خلاص الموضوع انتهى فيه جزء تالي فيه جزء تأخر الممكن ابني فيه دور او دورين او تلاتة على حسب من خطة الانشاء والشروط الانشائية اللي هتنزلها من خلال الجامعات والدراسة اللي هتم تبقى الاجراءات المررية يعني لو دينا مثال بسيط مثلا فاندم زي ما احنا ست رئيس ادى مثال مسلا شرق القاهرة شرق القاهرة بعد ما عملنا المحاولة المرية دي كلها الناس رجعت برضو تركن في الشوارع الرئيسية وتعمل الكلام ده وبالتالي احنا ده اجراء مروري يبقى لازم فيه فيه هنا مخالفات تمت لازم اصلح عشان يبقى الشكل العام اللي انا بنشده وصرفت فيه فلوس وزي بقى ست رئيس بنصر فيه 350 مليار عشان اصلح جزء في القاهرة شرق القاهرة لابد ان انا اعمله بشكل مخطط وبشكل جيد فالتخطيط مهم جدا ان انا بنعشو ايان الدور لو الادوار مثلا في مدينة ناصر فالادوار عدد 18 دور وال17 دور هل هو مرخص يد 17 دور لا لا يمكن طبعا لان الشارع كله هو 8 متر لو قلنا مرة ونصف زي ما يقول وصل 12 متر 15 متر كانت تكلم في خمسة دور يصل في 40 متر و35 متر طب يا فرندي لما حصل ازمة السيول دلوقتي والناس زعلت جدا لانه مية عملت طب ما شيء جدا طبيعي ان الاستيعاب المرافق اللي موجودة بتستحملش ال 25 دور وال18 دور فبالتالي حصل ضغط على المرافق مع كمية المية المش متوقعة فاضطرت المية تطلع بلقت الناس تقول يا الدولة سايبانة فبا انت يبقى احنا بنمنع عشان انظم انا بمنع مش بمنع عشان خطر وقف حاجة لا ده انا مشغل كمان كل المشروعات المخططة والقومية والمطورين العقاريين لما واخد ترخيص وواخد بشكل معين ومخطط وعمل حسابه في الجراشات والمساحات اللي بيبني فيها انا بسمح له دلوقتي يبني انا بوقف دلوقتي ايه اللي هو عايز بيشرع في المخالف اللي هو الريدي بتدينه اربعة دوار بانا لغاية دلوقتي سابعة ورسة واقف عايز يكمل فانا بضع اشتراطات لي وحدود معينة اللي دي بتعمل فيها لكن مش المقصود بأننا بامنا على البناء خالص صحيح يعني انت الدولة الدولة تقف امام البناء العشوائي العشوائي بالضبط وليس امام البناء لا خالص فاندم احنا يعني مصلحتنا فاندم احنا حسبنا كمية العمالة اللي بتشتغل في القطاع ده عدد كبير جدا من اهلين بيشتغل داخل القطاع البناء بالذات المعماري بالذات فانا بالتالي ما وقفت في المشروعات انا وقفت البناء العشوائي اللي ساعتك بتتكلم فيه وقفت المقاولين اللي هم بيبقوا متخصصين في البناء العشوائي ده اه دون يعني دون يعني متعمدين هذا فبالتالي بوقف واحد اه عايز يحصل على مكسب سريع بالمخالفة يعني دي جريمة زي الجراء بالاخرى طب ردع ولا وعي يعني هذه الظاهرة اه تقف بوعي اكثر ولا ردع اكثر لا افانت ما هي في الاتنين لازم الاتنين يمشوا مع بعض اه لازم بقى المواطن عنده الثقافة انه هو اساسا ما بيخلفش فيه قانون احنا كل زي ما قال المعالي الوزير المستشار عمران احنا موجود تشريع لكل حمان حرف الحياة اه للأسف الشديد انت بتبقى عارف القانون ولكن بتخالف الكلام بدخالف انت متعامد انت تخالف اه وامن او في مأمن معتقد انك في مأمن لا طبعا ما هو دلوقتي ساتك حاليا بقى دلوقتي اه اللي اتعمل النهاردة في الجلسة الصبح ان احنا اصبحت دلوقتي وزارة الداخلية يد بيد مع المحليات حاليا دلوقتي هتقوم بعمليات المتابعة معنا واي حاجة تقف فيها مخالفات هيتم التنفيذ معاها على طول مباشرة وفيه تنصيق كامل ما بين الاجهزة الشرطة والقوات المسلحة يمكن احنا في الموجة الستاشر دلوقتي في الازالات وكلام زي كده القوات المسلحة داخل معنا بقوة وزارة الداخلية داخل معنا بقوة فبالتالي احنا اه يعني بنحاول نرجع نقول للناس ان الدولة فعلا مصرية موجودة ومؤسساتها موجودة ولابد من الناس نفسها انها تحترم القانون عشان انا مش هقرب منها لو احترمت القانون صحيح طيب يعني محور اخير وانا يعني انو انا اسقلت